مشاهدين اهلا بحضرات بدأ متغير كورونا الجديد قارس في الانتشار مجددا في مختلف دول العالم مع انتشار وفدي 51 دولة حول العالم عادت انباء الفيروس التاجي لتتصدر عنوين الاخبار مرة اخرى بعد فجوة كبيرة استمرت لعدة اشهر لكن هل تختلف اعراض متغير كورونا الجديد قارس عن المتحورات السابقة للفيروس ده اللي هنقوله لحضراتكم في هذه التقطير حتى الان لم يظهر اي دليل قوي على حدود تغيير في اعراض كورونا مقارنة بتلك التي شهدت في الموجات السابقة من المعروف عن الاعراض الشائعة لكورونا التقليدي انها بتكون عبارة عن سيلان في الانف صداع تعب عطس التهاب في الخلق اما بالنسبة للمتحور الجديد قارس قالت الدراسات انه لا يزال التهاب الحلق سيلان الانف انسداد الانف ايضا العطس والسعال الجاف والصداع والصوت الاجش والام العضلات والرائحة المتغيرة للفم هي اهم اعراض لكن اضاف التقرير ان ضيق التنفس وفجدان الرائحة والحمة لم تعد من الاعراض الرئيسية بشأن معدل انتشار المتحور الجديد افادت الدراسات بانه لا يتوفر الكثير من التفاصيل حول معدل انتقال المتغير الجديد لكن تعتبر الزيادة في حالات كورونا ودقول المستشفات في المملكة المتحدة مؤشر لخطر جديد قادم حدرت الدراسات الطبية من انتشار وباء جديد وانه من المتوقع ان يكون تماما مثل متحورات اومايكرون الاخرى واللي استمر انتشارها لعدة سنوات ومن المحتمل ان يصيب هذا البديل الكثيرين حول العالم وفقا للدراسات الطبية التي تم اجراءها حول متحور كورونا الجديد فانه من المتوقع حاليا ان يكون هناك حوالي 880170 شخص مصابين باعراض كورونا في المملكة المتحدة حتى يومنا هذا لكن رغم هذه الدراسات قالت منظمة الصحة العالمية منذ ساعات ان المتحور الجديد لا يشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة مضيفة ايضا انه لا يوجد اي دليل على انه اكثر خطورة من المتحورات الاخرى والمنتشرة في الوقت الحالي وفقا لوكالة الامن الصحي في المملكة المتحدة هناك اصابة وحدة بالمتحور الجديد بين كل سبع حالات من اصابات كوفيد واللي تم رصدها من خلال اختبارات المستشفى تشير بعض الاختبارات الى ان المتحور الجديد يمكنه ان يتجاوز جهاز المناعة لدينا بسهولة اكبر من بعض المتحورات الاخرى المنتشرة لكن هذا لم يترجم بحال من الاحوال الى اصابة اكثر شدة وخطورة شهدت المملكة المتحدة في الاسابيع الاخيرة زيادة طفيفة في عدد المصابين يحتاجوا الى دخول المستشفيات خاصة اولئك اللي بتزيد اعمارهم عن 85 عام لكن الاخبراء بيقولوا ان الارقام لا تزل اقل من الموجات السابقة للفيروس كما لم تكن هناك زيادة في عدد الاشخاص الذين يعانوا من مرض شديد ويحتاجوا الى تلقي العلاج في وحدات العناية المركزة مشاهدين دي كل التفاصيل الخاصة بالمتحور الجديد من كورونا والمسمى بارس انا مشكركم شكرا جزيلا على المتابعة ومتقدمونا دوما في المزيد والى اللقاء